بسم الله ازاي تبقى شغال على برامج البيم وتبقى مبسوط ومستريح اول حاجة لازم تعملها ان انت يبقى عندك تنبريت محترم تنبريت يعني ملف فاضي لأداب بتاعته مظبوطة بس مفوش شغل بحيس ان هو بتبتدي بالشغل بيكون فيه الاسكادولات مظبوطة بيكون فيه شكل الكتابات اللي هي النوتشن ستايل الديميشن ستايل بيكون فيه الفاميلي اللي ما بيخلاش منها اي مشروع يعني بحطوا كل الفاميلي لا بحطوا الحاجة الاسيال اللي موجودة في كل المشروع بحط بحادة درافتنج فيو اللي هي الفيو اللي هزهر لي اول مفتح البرنامج الفنتوت اعدادات التصدير اعدادات الاستراد اللي جند بتاعت كل اللي هي بتبقى مشتركة في المشاريع اللي انستايل اللي انويت الوبجيكت ستايل التاجات الباندا او الفيو بلوك او التاتل بلوك الفيو تمبليت كل حاجات دي لازم تكون مزبطة فده بيسهل لك شغل كتير الفاميلي تمبليت برضو بتكون جاهزة بحيث ما تبدأش من السفر تكون فيه حاجة ترتكن عليها او بتبدأ منها يكون عندك مكتبة من الفاميلي من الديتيل كومبوننت من الماتيريال من البروفيل فاميلي من سيستم فاميلي من التمبلي يعني كل الحاجات دي تكون جاهزة عندك كل ما يكون عندك مكتبة قوية وفيها الحاجات اللي انت محتاجها ولي تشغل بيها ده هيسهلك الشغل كتير جداً ان انت انت بشغل على جهاز وورك ستيشن يكون السيرفر من الضبط والفولدرات معروف اماكانها فين ومعروف ان الفولدر ده مثلا وورك بروغرس ده اللي مشغل فيه في بابلش يعني معروف اماكان الفولدرات وان الشغل ازاي متعرف لما ابدأ المشروع ابدأ حدد نوت اصل التحتي وبحدد اللوكيشن وبحدد الترنونورس فده بيوفر عليها كتير جداً بنظم الموضل بتاعي بحدد الورك سيت بنبعدين محددين من ده هيشغل في السيرينج مثلاً فوق السيرينج من تحت سيرينج من يمين من الشمال من فوق من تحت الحاجات دي لما يكون منظمينها كل ما بيسهل عن الشغل اه الدزاين اوبشن بنبدأ نحدد ايه الحاجات اللي موجودة فعلاً وايه الحاجات اللي لسه هتصمم محددين موضوع الكوبا منتور هيبقى معمولة ازاي محددين هل هنشغل يعني مثلاً احنا نشغلين معماري وانشاو كهروميكانيكل طب ازاي نعمل تنسيق بين الحاجات اللي موجود على السيرينج هل مثلاً هنشغل كل واحد يعملهم بعد كده المعماري يسحابه ومعمل كورتونيشن يعني بما محددين الافكار اللي احنا نشغل بيها ممكن تختلف المشروع المشروع حسب حجم المشروع وحسب الفريق وحسب الاتفاق بنا وبين بعض ما يكون محدد الالودي هنشغل الان لفل الفلوف دتي المره دي موعدش دائعة وقت في تفاصيل بش محتاجينها في التسليمات دا لا تحمل ملفات اوتوكات كثير لان ده بيع مشاكل حاول قدر ان تتجنب موضوع الجروبس لان ده برضو بيخلي البرنامج يهنج معك فكر زي تقسم المدر بتاعك لانه ممكن يكون هو حاجة معينة واتقلة جدا يعني كنت شغال في مشروع وكان في الواجهة الخارجية بشكل معين فليه حسابك كثيرة وفي فتحات فكان الحيطة دي لوحدها اتقل المشروع كله ففصلتها في ملف ريفت خارجي وبدأت اسحابها كل محتاجها تمام؟ يعني انا مش محتاجها دلوقتي خلاص بشيل اللينك خالص واشتغل المدر معي خفيف لما كن بعمل رندر بضطر ان اسحابها وابدأ اشتغل عليها لو واحد نزل اجازة سنوية مثلا في يريت يعمل ريلينكش للشغل بتاعه بدلا من كل شوية نبعت الكويست ومن لهوش والحاجات دي كلها فنحاول تجنب موضوع دوت وبين كل فترة وفترة كده نعمل اودت لملف السنترال بحيس بقى خفيف نعمله باكب باستمرار نعمل كل يوم نيو نيو لوكل السنترال ده مثلا كل شهر ولا شهرين حسيت انه بدأ يهنك فهتعمل سنترال الجنيد لما تكنس كلها رواحة يوم جمع ولا حاجة واخيرا يا ريت ما نبقاش كل واحد عايز يدخل لباوز شغل الثاني لان ده ما اعتبرش بام لازم كلنا نتعاوب مع بعض اللي نحنا نعمل مشروع كويس باش حد يدخل لباوز شغل الثاني